طلبتنا طلبة الاسكولا شفنا مع بعض في الحلقتين اللي فاتوا ازاي اتعملت مع الاي دي اي وازاي اتعملت مع سندوق الادوات ونافذة الخصائص طب النهاردة هناخد ايه في حلقتنا ازاي هغير الخصائص وازاي اتعمل مع نافذة الويندو كود شوفوا معي الحلقة وبعد كاين نسمع تعليقاتكم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس التالت هنكمل فيه مع بعض الادوات والكود الحاجة اللي احنا لازم نعرفها ان كل اداء او كائن object ليه default name اسم افتراضي والاسم الافتراضي لكل اداء بيبقى اسم الاداء زائد رقم مثال الاداء تيكست بوكس الاسم الافتراضي بتاعها تلو تيكست بوكس وان طب لو كان فيه تيكست بوكس وان هيعمل لي تيكست بوكس 2 الاداء الابل الاسم الافتراضي لها الابل وان الشيك بوكس شيك بوكس وان واعرفها من ويندو من الخاصيينين جروب بوكس جروب بوكس وان راديو باتون راديو باتون وان لست بوكس لست بوكس وان كومبو بوكس كومبو بوكس وان حتى الويندو فورم كان اسمها فورم وان ولو تفتكر الحص الافتراضي احنا غيرنا من الخاصيينين لإف ار ام وان ولليبول كنا سميناها ليبول مين اخر اداة هندرسها مع بعض الاداة باتون وعشان اعمل نسخ للادوات عندي على الويندو فورم بعمل دابل كليك على التول بوكس بعمل حاجة اسمها انستانس من الكلاس بعمل دابل كليك بيطلع لي نسخة منها بعمل حاجة اسمها دراك اندروب ساحب القواء في المكان اللي انا عايزه البتون دي اداة تستخدم لتنفيذ ما بها من اوامر كاستجابة لضغط مشغل برنامج والمرأة اللي فايت مثلا لما كنت بغير من الخاصية نيم حسميها بتي ان اكسيكيوت اكسيكيوت محصلوش حاجة نفتكه نحص الفاتي احنا اتكلمنا عن الخاصية تيكست تيكست دي الخاصية اللي بتسمح بازهار نص للمستخدم او النص الظاهر للمستخدم حسميها مثلا تيكست كالر هتلاقوا اللفظ اللي انا عايزه طيب عشان افتح نافذة البرمجة او الكود او الاديتور يقبج من قائمة واختار كود او اف سبعة ومنسحش ان احنا قلنا الحصة اللي فاتت ان عشان اشغل البرنامج كان من قائمة بختار او اف خمسة او او اف سبعة او الطريقة الرابعة كان كلك يمين واختار او على الكائن او اللي انا عندي فانا هعمل هل ضغب الخلك المنظر اللي قدامي ده انا هاخفز سيديوشن اكسبونا روبوتوليتي وينجو بالوقتي عشان نشوف الكود كامل المنظر ده كان ده شريط العنوان شريط القوائم شريط الادوات القياسي فورم وان ضوط في بي ده اسم الملف اللي هو الكود اسم ملف الكود للفيجوال بيزيك وهعرفه باسم فورم وان ضوط في بي أستريكس التاب التاني ده فورم وان ضوط في بي مكتوب قدامه كلمة ديزاين تصميم يبقى ده اسم الملف اللي فيه نافذة تصميم start page نافذة البداية طب نافذة الكود ذات نفسها هنا دي حاجة اسمها class name وهنا method name class name بيظهر لي فيه جميع الكائنات اللي انا عملتها في المشروع من اول اسم النموذج الخلاص بتاعي لكل objects اللي موجود عندي باختار كل tool او control او object من دول احنا قلنا باختارين بسا battle execute ساعتها ممكن اختار جميع الوسائل والخصائص والاحداث اللي خاصة بيه وهو طبعا كمين نوباتل فاشهر event علي click يبقى انا عندي هنا اسم الكائن class name اسم الحداث event name public معناها عام class تصنيف او فئة form one اسم الكلاس بتاعي والتصنيف وهتلاقي ان هو الاسم الافترادي للتصنيف هو نفس اسم window form طبعا هلا ممكن اغير اسم التصنيف اعلم من حقي حسميه مثلا form one ساعتها هتلاقوا انه form one اتغيرت معه طبعا السطر الاولاني ده بنسميه سطر بداية التصنيف يبقى اخر سطر هاعرفه باسم سطر نهاية التصنيف السطر اللي جوه ده اسمه سطر بداية الاجراء procedure declaration الاعلان عن الاجراء وهنا سطر نهاية الاجراء سطر بداية الاجراء ده بيكون عندي من كذا عنصر اولا كلمة private خاص button execute click ده بنسميه اسم الاجراء واسم الاجراء بيكون عادة من مقطعين من اسم الاداء واسم الحدث بتاعه اسم الاداء كان button execute واسم الحدث كان click طب هل انا ممكن اغير اسم الاجراء اه حسميه مثلا button execute هل في اي مشكلة دلوقتي لا خالص طيب اللي بين اقواز ده ده هنشوفه في ملهجنا في الترمي التاني اللي هو البرامتر بتاعه طيب بعدها في اسم الكائن حقيقي ضد اسم الحدث ودول ما ينفعش اغيره لان هنا بيقول لي الحدث click هيشتغل على انهي اداء طب في النص هنا بنسميه سطر الاوامر وكنا بنكتب في سطر الاوامر اللي اخدناه في الترمي اللي فات سطر واحد اللي استخدمناه control name dot property حيساوي value طبعا هو هيدديني رسالة خطايا ما بيش حاجة اسمها كده طيب مثال لو انا كنت مثلا عايز اغير لون الخلفية للاداء وخلي لون الخلفية بتاعها ازرق هل حكت لا طبعا اسم الاداء ساعتها بتاعي عشان نفتكره كده كان من property window كان اسم الاداء label one يبقى هروح اقول له label one dot لون الخلفية كنا احنا اخدنا خاصية back color طب القيمة اللي هلا كنت عايزها كنت هقول له color number dot هقول له مثلا ازرق blue label نقصه حرف L انا عايز في كتبه block هتلاعه ما عادش عندي اخطاء لما اجي انفز الجود من start هنشوفه الكود بتاعي label one dot back color بيساوي color blue الله دي الخلفية ما تغيرتش اه اصلا مش هتتغير الا لما اعمل execute تنفيذ الاوامر والاوامر دي مش هتتنفز الا نعمل click عشان هنفز الامر هنختار لون كده خفيف شوية طب ينفى كتب معاه امر تاني عايز لون الخلفية بتاعة الودو form وكلها تتغير لون تاني اه فحقول له مسلا ف ار ام ون اللي احنا سميناها form one dot back color مسلا بيساوي color هنختار لول مسلا فاتح اها طبع لرسالة خطأ فاكرين لرسالة خطأ اصلي ما كانش فيه حاجة اسمها form one احنا قلنا النموذج الحالي بنعوض عنه بكلمة مي ساعتها مش هتلاقي اخطأ ممكن ينفز الكود اه ممكن ينفز الكود نلاحظ ان الاتنين لسه ما تنفز الكود بتاعهم هنفز الكود امتى لما دوس على البتن تاني هنختار اللون بس يكون بعيد شوية عن اللون اللون احنا كنا مختارين الاولاني step two وكما اخطأ كدة احنا خلصنا مع بعض مراجعة التير من اللي فات اخذنا ازاي نتعامل مع ال either اي 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 ازاي اتاعملنا مع نفز الكود و نفزة صندوق الادوات واخر حاجة شوفناها مع بعض ازاي تعال بيس اعنا مع نافزة الكود. كده احنا رجعنا الترم الاول. معادش ليك حجة ان انت مش فاهم الجزء اللي فات. من الاول حلقة الجاية هنبتدي نتعامل مع ما انا هجي الترم التاني. هستنى معاكو سبسكرايب الكومنت الشير وتعليقات كل انا مستنيها. مع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة